وتخصصي هو النساء والولادة حشان هذا التخصص شاق على النساء وغالبا ما يكون مستواهم ضعيف فيه نحتاج كثيرا لرجال في هذا التخصص فهل يبقى لي العمل في هذا التخصص مع العلم أنني سبسيا غير جدا ولا أرضى لأهلي أن يخفوا على رجال وإن كان في تخصص باطنية أو جلدية فأفتونا جزاكم الله خيرا على كل هذا التخصص خطير يخشى منه على الرجل سر كثير ولكن دعا فيه الضرور فهذا لكن يتوله النساء ولن ينبغي يتخصص من النساء والفهد في تخصص سعليم النساء لهذا الأمر يقول أولى وأنف عن النساء وأبعد عن الشر ولكن قد تدعو هذا إلى تخصص الرجال فليبق